السلام عليكم الطيبين أنا خليفة الهارون معرفكم سوكيو مع رقمي تيفيو في يدي السامسونج جالكسي اي ففتي تو براويكم شنو داخل العلبة وبنتكلم عن المواصفات لعلومكم أيضا عندي الجالكسي اي ثرتي تو فايف جي فاذا انتو تابعوني يسوي فيديو عن هالهاتف قلوا لي في اسفل الفيديو بالانقلين زي نفجي دامنا عندنا علبة الجالكسي اي ففتي تو باللون الازرق بالانقلين زي كاتبين اوسم بلو يعني بالعربي الازرق العجيب اوكي فعندنا التلفون مني نقلب الجهاز ونشوف طبعا اللون الازرق السماوي ايضا عندنا الشاحن وشاحن 15 واط ولكن يدعم 25 واط عندنا الكابل الواير يو اس بي سي الى يو اس بي اي بس لا تنسون دائما لازم تشيكون اغطى العلبة لانه عندنا اشياء اخرى عندنا الابرة علشان نقدر نشيل الشريحة وايضا عندنا الدليل السريع ومعلومات اخرى طبعا هاي عبارة نموذج فمو متأكد اذا بيعطونا حماية او كيسات مع التلفون بس خركز على الجهاز بشيل اللزقة فتقدرون تشترون التلفون باللون الابيض الاسود الازرق وايضا البنفسجي في بعض الاسواق فيعتمد على سوقكم دعونا نشيل الاستيكر وتفضلوا التلفون انزين فالخلفية مصنوعة من البلاستيك بس تلاحظون شيء تشوفون اللي يسمونها الكاميرا بامب عندنا انحناء فمن مدال ما الكاميرات يبينون كنفهم بطالعين على برع عطونا ديزاين جديد فسامسانج اذكروا اربعة اشياء مهمة اولا طبعا الكاميرات وتكلم عن الكاميرات بعدين تكلموا عن الشاشة قالوا الشاشة جميلة ايضا البطارية واخيرا انه نقدر نستعمل اجهزتهم وهالتلفون بالذات مع كل اشياء واغراض ومنتجات سامسونج مثل الجالكسي بودز برو فنركز على التصميم وبعدين نتكلم عن المواصفات نزين فعاليمين عندنا زر الطاقة وايضا عندنا ازرار عشان نقدر نرفع ونقصر في الصوت على اليسار ما عندنا اي ازرار نهائيا من الاسفل عندنا منفذ السماعات الخارجية ثلاثة فاصلة خمسة مليمتر عندنا المايكروفون وايضا عندنا المنفذ يو اس بي سي وعندنا السماع الرئيسية من الاعلى عندنا المايكروفون الثاني وايضا عندنا السيم كارد تري فطبعا نقدر نركب الشريحة مني فنشيك كم من شريحة نقدر نركب؟ نقدر نركب شريحتين نانو سيم او شريحة مع مايكرو اس دي انزين فنرجع للكرسي ونتكلم عن المواصفات وعرف ان معظم الناس يركزون على افضل التليفونات من ناحية المواصفات بس هل كنتوا تعرفون ان اي 51 كان من اشهر التليفونات عالميا اي نعم على حسب تقرير نزل من جي اس ام ارينا اي 51 حصل على المرتب الاول والحين طبعا في يدنا عندنا اي 52 وفي المرتب الثاني A71 ونزلوا A72 انسين فخانشوف شنو داخل العلبة وبعدين باتكلم عن المواصفات واهم الاشياء عن A52 ابيكم تعرفون ان عندنا نوعين من التلفون عندكم A52 والA52 5G والفرق بين الاثنين غير ان طبعا مع ال5G عندنا 5G سرعة تحديث الشاشة شوي اسرع وبقول لكم عن الشاشة بعدين عندنا اربع كاميرات الكاميرا الاولى 12 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدا الكاميرا الثانية 64 ميجابيكسل وايضا عندنا OIS او تكنولوجية التثبيت البصري حلو من ناحية الكاميرا الثالثة 5 ميجابيكسل وهي للدبث هاي لازالة الخلفية والكاميرا الرابعة ايضا 5 ميجابيكسل وهي للماكرو عشان نقدر نصور بالقرب اذا انتم اخترتوا A72 يغيرون الدبث مع زوم زوم ثلاث مرات من ناحية تصوير الفيديو ونقدر نصور طبعا Full HD 30 فريم في الثانية او UHD 4K 30 فريم في الثانية والفكرة ان لما تصورون مقاطع مع الفور كي تقدرون تختارون بعض الاجزاء علشان تحاولون خنقل اللقطة الى صورة والصورة تطلع ثمانية ميجابيكسل في التلفون عندنا طبعا الفوتو مود عندنا الفيديو مود وعندنا السنجل تيك ذكرون السنجل تيك الميزة اللي شفناها في تلفونات مثل الـ S20 والـ S21 والـ Note 20 وأكثر فحلو ان عندنا هالميزة في جهاز في الفئة المتوسطة إذا ما تعرف شونه سنجل تيك الفكرة عن طريق لمسة واحدة أقدر أصور مع عدة عدسات وأقدر أصور صور وفيديو في نفس الوقت وأيضا عندنا AI Scene Optimizer فكرة التكنولوجيا إنه لما نصور نقول الأكل يعرفنا يغير في الأكل بطريقة معينة علشان الصورة تكون أحلى أو إذا قاعد أصور حيوان أو قاعد أصور شخص أصور نفسي سلفي يعرف الفرق يعني طبعا والمفروض أن يعدل في وضوحة الصورة خاصة للناس اللي يبوني يشاركون صورهم على الإنستغرام بس خنقول أنت تحب سناب شات أكثر عندهم الفن مود نعم بالتعاون مع سناب شات لما تختارون الفن مود تقدرون شوفون عدة فلترات فتخيلوا تفتحون الكاميرا تصورون صورة حلوة تشاركونها طبعا على سناب شات أو حتى إستغرام يعني عارف أن بعض الناس يقولون يا ريتو عندي فلترات سناب شات وأقدر أستعملهم على إنستغرام أوكي تقرون مع A52 خلونا أراويكم مثال اخترت فلتر والحين أصور نفسي يوم لأيام حتى قال لي أن راسي مدور وفعلا راسي مدور طبعا غير المودات اللي أنا راويتكم عندنا النايت مود وعندنا الماكرو عندنا البرتري عندنا الهايبر لابس وأكثر من ناحية النايت مود غير أن عندهم المود اللي مفتح في الصور ونقدر نصور في الأماكن المظلمة عندهم اللي يسمون التترا بننغ فمع البيكسلات اللي في الكاميرا يدمج بين أربع بيكسلات عشان يعطينا بيكسل واحد أكبر والمفروض أنه يفتح في الصور والصور تكون أوضح والألوان أحلى من ناحية الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل بتلاحظون أنه عندنا آيقون من الأسفل فإذا اخترتوا الشخص معنا تتابعون تصورون أنفسكم إذا اخترتوا آيقون الشخصين يوسع صورة يعني مو بألترا وايد بس طبعا صورة تكون أوسع علشان تقدرون نصورون أكثر من الشخص انزيد فخلنا تتكلم عن الشاشة نعرف أن سامسونج يصنعون أفضل الشاشات مع A52 عندنا سوبر أموليد سرعة تحديث الشاشة 90 هرتز إذا اخترتوا A52 5G يوصل 120 هرتز حجم الشاشة 6.5 إنش وتلاحظون أن الشاشة مسطحة أنا فضل الشاشات المسطحة قولوا لي شرايكم فلات ولا كورفت قولوا لي في أسفل الفيديو من ناحية الريزولوشن 2400 في 1080 ومن ناحية النت يعني قوة الإضاءة 800 نت إذن تستعملون التلفون السابق كان 600 نت يعني الإضاءة أقوى مع A52 من ناحية الزجاج عندنا غوريلا غلاس 5 بالإضافة عندنا Eye Comfort Shield فلو تذكرون أنا قلت لكم لما نشاهد الشاشات حق فترات طويلة لأن الإضاءة الزرقة تأثر في عيوننا نحن نتعب أكثر فتقدرون تفعلون Eye Comfort Shield والشاشة تصير صفرة علشان تقدرون تشاهدون الشاشات حق فترات أطول وأنا متأكد أن لحظت أن عندنا Infinity O من أعلى الشاشة وتلاحظون لما أنا أحرك الكاميرا في الإضاءة أن عندنا رنق بسيط يعني رنق فضي شوفون وأيضا عندنا بزل من أسفل الشاشة البزل صغير نزين فخلنا نتكلم عن البطارية حجم البطارية 4500 ميلي آمبير مع A52 والA52 5G إذا اخترت A72 عندنا 5000 ميلي آمبير وطبعا عندنا الشحن السريع ما يوصل 25 واط نزين فنعرف أنه عندنا AI للكاميرات بس أيضا عندنا AI للبطارية فالتلفون يتعلم مع استعمالك اليومي فلو أنا أسوي مكالمات في الظهر يمكن أن أشاهد فيديوهات في الليل يحاول أولا أن يسكر التطبيقات اللي آمبير ما استعملهم حق فترات طويلة بس أيضا يحاول أن يعدل في الطاقة أو الـ علشان نطول في الاستعمال فعلشان شذي سامسونج يقولون أن نستعمل التلفون لما يوصل يومين من ناحية المواصفات الأخرى المعالج مع A52 720G سناب دراغن مع A52 5G عندنا السناب دراغن 750G مع الذاكرة عندنا 128 جيجابايت والرام 8 جيجابايت طبعا يعتمد على بلادك فأبيكم اتشيكون مواصفاتكم هالمواصفات اللي متوفرة في الخليج أوه وبغيت أذكر أن عندنا ستيريو سبيكر سماعتين عادة في الفئة المتوسطة معظم الشركات يعطونا سماعة واحدة فقط فوائد حلو أن السامسونج لايك وقول مواصفات ستيريو سبيكرز أيضا أعطونا Dolby Atmos نزين فش عندنا أيضا مع التلفون عندنا Always On Display الشاشة الشغالة الدائمة عندنا NFC عندنا Bluetooth 5.0 الهاتف مضاد IP67 نعم نعم يا سامسونج لو سمعت خلني بس أخلص الفيديو من ناحية السوفتوير عندنا One UI 3.1 وأيضا عندنا Android 11 والحين خلنت نتكلم عن بيئة سامسونج أو السامسونج إيكو سيستم لأن تقدرون تستغلون أغراض سامسونج مع هالجهاز كمثال إذا عندكم Galaxy Buds Pro أكثر من شخص يقدر يسمع موسيقى وتقدرون تشبكون عدة أجهزة إلى هالجهاز إذا عندكم Smart Tags أيضا تقدرون تستعملون Smart Tags مع هالتلفون إذا أنت قاعد تتعب علشان تسوي بيت ذكي Smart Home تقدر تشبك الأغراض والأكسسورات إلى A52 ومن ناحية السكوريتي عندنا Face Unlock وعندنا سكوريتي الباصمة بس طبعا كنت أتمنى لو المكان شوي أعلى بس نقطة بسيطة انزيني الغاليين فهاي نظرة أولى لل A52 ناس ما قلت ال A51 كان من أشهر التلفونات عالميا فهل A52 بيكون أشهر التلفون لها السنة قنشوف يا الغاليين عطونا لايك وإذا تبقوا تشوفون آخر الفيديوهات في إسراء وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب ودائما أقول لكم في كل فيديو شكرا 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 الغاليين أنتم من أطب الناس وتساعدونا علشان نستمر وعلشان نسويها لأنواع من الفيديوهات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر